موسيقى تعرض الفنان المصري محمد حمائي لموقف محرج على المصرح خلال حفلة في موسم الرياض وذلك بعد تعرضه للضرب من قبل أحد الحاضرين وفي التفاصيل خلال غناء محمد حمائي على المصرح في حفلة ضمن موسم الرياض تفاجأ بضرب أحد الحاضرين له بهاتف المحمول ليسقط على رأسه وفي أول رد له بدأ على حمائي الدهشة والصدمة قبل أن يضع يده على رأسه ويبحث عن الموبايل بهدف إعادته للمعجب ومن ناحية أخرى غضب جماهير كبير شهادته موقع تواصل اجتماعي ضد الفنان محمد حمائي وذلك بسبب تلاعوبه بكلمات أغنيته الجديدة زي همين وفي التفاصيل وخلال أحياء محمد حمائي حفل زفاف مؤخرا قام موازحا باللعب على كلمات أغنيته زي همين حيث قال أصاد الخمسة إحنا تلمزة بدلا من أصاد الغمزة إحنا تلمزة في إشارة إلى فوز الأهلي بنتيجة خمسة ثلاثة في مباراة يوم الجمعة الماضي وهو الأمر الذي أصر الغضب بين الجمهور الزملكاوي مما عرضه لهجوم حال وحاول الشهر والملحن عزيز الشفعي الدفاع عن الفنان محمد حمائي بعد غضب جمهور الزمالك في فيديو متداول لغناءه أغنية زي همين بعد تعديل كلماتها للاحتفال بفوز الأهلي في مباراة القمة الأخيرة وأكد الشفعي أن حمائي لطيف ولا يحب مضايقة الآخرين مستدلا على ذلك بفيديو لحمائي من إحدى حفلاته وهو يغني أغنية زمالكاوي أنا التي قدمها عزيز الشفعي قبل سنوات وأوضح الشفعي أن احتفال محمد حمائي بفوز الأهلي كان سببه جمعه مع حمائي وشقيقه طارق الذي يشجع الزمالك وكان الهدف من الأغنية هو ممازحتهما مطالبا الجمهور بتقبل تلك الأمور ببساطة ومن دون تعصر واختتم الشفعي حديثه مؤكدا تفاهمه لغضب جمهور الزمالك لكنه يدرك أن محمد حمائي شخص محترم ولا يقصد أي إساءة للآخرين